قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن إسن الجريري عن قيسي بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل يزيد بن عبد الله قال سمعني أبي وأنا أقول باسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه فأني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقولها إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتل منها الأسود البهيم وأيما قومين اتخذوا كلبا ليس بكل بحرث أو صيد أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يومين قيراطا وكنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الأبل فإنها خلقت من الشياطين قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت شعبة يذكر عن أبي أس معاوية ابن قرة المزني عن عبد الله بن مغفل قال سمعته يقرأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فلولا أن يجتمع الناس علي لا حكيت لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأ سورة الفتح قال لولا أن يجتمع الناس علي لا حكيت لكم ما قال عبد الله يعني ابن مغفل قال إن كيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهز وغندر قال فرجع فيها قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبني مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذنين صلاة لمن شاء قال حدثنا يحيى بن سعيد وبهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل قال قال دلي جراب من شحمين يوم خيبر قال فاتزمته قلت لا أعطي أحدا منه شيئا قال فاتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبصم قال بهز إلي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو التياحي عن مطرف عن أبني مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخصة في كلب الصيد وفي كلب الغنم قال وإذا ولغى الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة تعفروه بتراب قال حدثنا يحيى عن هشامين قال سمعت الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا حدثنا وكيع قال حدثني كهمس عن عبد الله بن بريدة عن أبني مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا ينكأ بها عدو ولا يصاد بها صيد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي قال كنا عند عبد الله بن مغفل قال فاتذكرنا الشناب فقال الخمر حرام قلت له الخمر حرام في كتاب الله عز وجل قال إيش تريد تريد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدباء والحمتم والمزفة قال قلت ما الحمتم قال كل خضراء وبيضاء قال قال قلت ما المزفة قال كل مقير من زق أو غيره قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أبي نعمة أن عبد الله بن مغفل إن سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك الفردوس وكذا وأسألك كذا فقال أي بني سلأ لها الجنة وتعوذ بالله من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا المبارك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن انتظرها حتى يفرغ منها فله قيراطان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا المبارك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلد في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطاني الأبل فإنها خلقت من الشياطين قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل المزني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن وكان يقع من أغصاني تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمر بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه أكتب باسم الله الرحمن الرحيم فأخذ سهيل بن عمر بيده فقال ما نعرف باسم الله الرحمن الرحيم اكتب في قضيتنا ما نعرف قال اكتب باسمك اللهم فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة فأمسك سهيل بن عمر بيده وقال وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله أكتب في قضيتنا ما نعرف فقال أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب فبين نحن كذلك اذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم فقدمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد آمانا فقالوا لا فخل سبيلهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا قال أبو عبد الرحمن قال حماد بن سلمة سلمة في هذا الحديث عن ثابت عن أنس وقال حسين بن واقد عن عبد الله بن مغفل وهذا الصواب عندي إن شاء الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل إن سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني قال فقال له يا بني سلأ لها الجنة وتعوذه من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف قال حدثنا يونس قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن عبيدة ابن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن أذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى لها ومن آذى لها أو شكى أن يأخذه قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الرابعي بن أنس عن أبي العالية أو عن غيره عن عبد الله بن مغفل المزني قال أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبي ذي الجري وأنا شهدته حين رخص فيه قال واجتنبوا المسكرة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل إن رجلا لقيا امرأة كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت المرأة ما فإن لها عز وجل قد ذهب بالشرك وقال عفان مرة ذهب الجاهلية وجاءنا بالإسلام فولى الرجل فأصاب وجهه الحائط فشجه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أنت عبد أراد الله بك خيرا إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبة ظنبه وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بظنبه حتى يوف به يوم القيامة كأنه عير قال حدثنا عفان قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال حدثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد غزى سبع غزوات في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه آت عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما حرم الله علينا من هذا الشراب فقال الخمر قال هذا في القرآن أفلا أحدثك سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بدأ بالاسم أو بالرسالة قال شرعي أني اكتفيت قال نها عن الدباء والحنتم والنقير والمقير قال ما الحنتم قال الأخضر والأبيض قال ما المقير قال ما لطخ بالقاري من زق أو غيره قال فانطلقت إلى السوق فاشتريت أفيقة فما زالت معلقة معلقة في بيتي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال كنت عند عبد الله بن مغفل فحدث رجل عنده من قومه فذكر الحديث قال أبو عبد الرحمن أخطأ فيه معمر لأن سعيد بن جبير لم يلقى عبد الله بن مغفل ترجمة نانسي قنقر